مجلس علم فيض صرور به قلوب تنهل نور وعطايا الفجر المام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أيها الإخوة والأخوات كنا مع الإمام الحارث المحاسبي في قوله أين عالم بربه أين خائف من ذنبه أين مسرور بقربه أين مشغول بذكره أين مشفق من بعده قلنا هذه الخصائص العظيمة إذا تحقق الإنسان بالعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف من ذنب ومن ثم أسرور بالقرب من الله بالقرب منه بطاعته وذكره وتلاوة كتابه وجعل شغله الشاغل أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ومن ثم كان مشفقا أن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يورثه ذلك مزيدا من القرب والطاعة والخشية والتعظيم والإخلاص والصدق ومن ثم يورثه مزيدا من المعرفة بالله والعلم بأسماءه وصفاته والعلم بالله وبأسماءه وصفاته يزيده مزيدا من الخشية والإخلاص والصدق وهكذا ما لم يحصل ذلك أنه لو كان غافرا عن الله جاهلا بأسماء الله وصفاته وما يجب له ولم يقم بحق الله وبأسماءه وبحق أسماءه وصفاته لم يكن خائفا من ذنبه لم يكن مسرورا بقربه سبحانه ما كان مشغولا بذكره ما كان مشفقا من بعده هذا ماذا سيحصله يقينا ستحصله الذنوب والذنوب الكثيرة والمعاصي إلى أن يؤديه به ذلك لا سمح الله إن لم يتب ويرجع إلى هلاك محقق لذلك قال بعد ذلك الإمام الحارث المحاسبي وعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من الله تعالى والبعد من الله تعالى يورث النار والعياذ لله ثم قال وإنما يتفكر في هذا الأحياء وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا هنا قضية مهمة جدا قضية الذنوب وقضية أثرها الخطير على القلوب وعلى الإنسان وعلى المجتمع ومن أين تبدأ هذه الذنوب هو يقول هنا وأعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة ولو قيل إن الغفلة تورث الذنوب هذا صحيح أيضا فالقضية مترابطة ومتبادلة كيف؟ يكون الإنسان في غفلة عن الله وعن الآخرة وعن ذكر الله فيكون ضعيف الإيمان ضعيف القلب منطفئ النور في القلب فتؤدي به أو يؤدي به ذلك إلى الذنوب وكلما ازداد ذنوبا ازداد أيضا غفلة فالعلاقة تبادلية في ذلك إذن هو قال الذنوب تورث الغفلة ليحذرنا من الذنوب وأيضا نستطيع أن نضيف والغفلة تورث مزيدا مزيدا من الذنوب والعياذ بالله تعالى وهذه الذنوب إذا كثرت تورث مرضا في القلب فيصبح صاحب القلب المريض كما قال تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض استسلموا لهذا المرض فزادهم الله مرضا هذا المرض سيزيد الإنسان مرضا آخر وهو قسوة القلب قسوة القلب ستؤدي بعد ذلك إلى شيء أشد أخطر وهو أن يختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم هذا سيؤدي إلى شيء أخطر وأعظم الطبع على القلب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هذا الطبع أن يطبع الله على قلوب هؤلاء بسبب أعمالهم وجهلهم بالله وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى أمر أخطر وهو أن يصل إلى مرحلة القفل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي بل قلوبهم مقفلة لا يصل إليها خير أبدا هي لا تريد ذلك هي تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا سيؤدي إلى موت القلب موت القلب نهائيا عندما يقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب من الذي ليس له قلب القلب موجود كقلب صنوبر لكن ما في قلب إيماني مات ميت وأيضا لهم قلوب لا يفقهون بها إذن ميت هذا القلب وأيضا قوله تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فحالهم كحال لهؤلاء الموت ما هو الميت في الحقيقة وهذا القلب المعنوي الذي في الصدر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولذلك قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إذن الذي ليس له هذا النور هو حاله ميت القلب في حقيقة الأمر كل هذا البداية من أين الخطورة من أين تبدأ من الغفلة الغفلة عن ذكر الله الغفلة عن كتاب الله الغفلة عن التعلم والعلم بأسماء الله وآثاره وقراءة الكون وما فيه من آيات ومعجزات ونعم إلى آخر ذلك لذلك ماذا قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إذن هي الغفلة أساس الخطر في هذه القضايا كلها كثير من الناس اليوم في غفلة طبعا تتفاوت غفلة الناس في هذا الأمر لذلك لما يأتي التذكير بالأذان صلاة بعد صلاة وقراءة قرآن وذكر بعد الصلاة وتأتي العبادات وتأتي الجمعة وتأتي المواسم حتى نخرج من هذه الغفلة ونزداد قربا من الله سبحانه وتعالى من هنا يأتي مثلا حديث حذيفة بن اليمان يشير إلى أثر هذه الغفلة وكيف تنمو شيئا فشيئا أو تزداد شيئا فشيئا في القلب حتى تهلكه نهائيا فكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح الإيمان البخاري إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة طبعا موضوع أن الأمانة أي الفطر الإيمانية أو أصل الإيمان جعل الله في القلوب طبعا هنا الرجال تشمل كل ذكر وأنفى لكن دلالة القوة والتفبيت والتمكين لا نريد أن نخوض كثيرا لأننا ذكرنا هذه القضية في مواطن شتى إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة لماذا ذكر القرآن وذكر السنة من تفسيرات ذلك أن القرآن فيه البيان لكل العقائد وكل الأصول فهذا العلم بالقرآن سيورث عملا بالسنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أي فجحملهم يعني الجمع بين القرآن والسنة هنا مع كوننا نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه لكن فيها لفت نظر إلى قضية اجتماع العلم والعمل العمل فالسنة تدل على العمل إذن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أي اجتمع العلم والعمل معا في آن واحد قال ثم حدثنا عن رفعها وهذا الموضع الشاهد هنا قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوكت الوكت قال هو الأثر اليسير يعني معنى آخر من رحمة الله أنه ينام هنا ينام النومة هي قضية الغفلة التي أشير إليها في الآيات الأخرى اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون هذه الغفلة لا تنزل في القلب مرة واحدة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن ينام النومة إذن يغفل غفلة ما هذا المقصود هنا والله أعلم فتقبض الأمانة أي فيزول بعض ما في هذا القلب من إيمان ونور وفطرة سليمة يبقى شيء يبقى أثرها مثل أثر الوقت الوقت الأثر اليسير ثم قال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل يعني بتخف أكثر فأكثر لكن بصير فيه طارق أخطر ما هو المجل فصره النبي عليه الصلاة والسلام كجمر دحرشته على رجلك فنفطه فتراه منتبرا وليس فيه شيء الإنسان لما يعمل بآلة الزراعة أو الفأس ونحو ذلك وخاص غير المتعود فيخرج له في يده هاهنا شيء من الفقع والانتفاخ في اليد تنتفخ يده بنوع من الماء الفاسد وهي فارغة فإن فقعتها لا يكاد يخرج منها شيء فهو انتفاخ فارغ وفيه شيء من الماء الفاسد يعني غير الصح أثرا عن مرض هذا الذي اسمه المجل هذا الانتفاخ اليسير الذي يقوم في اليد نتيجة العمل بفأسه ونحوه اسمه المجل كجمر دحرشته على رجلك فنفطه فتراه منتبرا وليس فيه شيء هذا التشبيه الدقيق من النبي علي صلسام لأثر الغفلة الثانية انه مظاهر كاذبة مظاهر خادعة مظاهر فارغة ليس فيها شيء هناك بقي أثر من الإيمان هنا ازداد فراغا من الإيمان فقط مجرد مظاهر انتفاخ لا شيء فيه وفيه مرض وفيه فساد أيضا وفيه قلة أثر أيضا فلذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الغفلة قال ثم يناوم النومة فهنا شاهدنا إذن هذا الإنسان هل هو غافل أم ليس بغافل وذلك جاء في حديث صحيح من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن إلى هذا المعنى أشار في الحكم العطائية إلى أثر الغفلة وخطرها وبالتالي يقابلها اليقظة والحضور مع الله سبحانه وتعالى فقال في الحكم العطائية أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس الإنسان لم يكون راضي عن نفسه إذن يسترسل مع هواها ومع شهواتها إذن يزداد غفلة إذن يزداد معصية إذن يزداد شهوة لا يكون راضيا عن نفسه بمعنى يحاسب هذه النفس ولا يسترسل مع شهواتها ولا مع المعصية إذن هو في حالة حضور ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية وتقوى وإذن يكون في طاعة ويقظة وعفة بإذن الله تعالى هذا كما قلنا يزيده مرضا فقال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض استرسلوا مع هذا المرض لم يحاسبوا عنفسهم لم يتوبوا فزادهم الله مرضا هذا بيّن لنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أثر ذلك أنه يؤدي إلى قسوة القلب فجاء مثلا قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني أي قد آن ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقوا ما هو الأمد الذي طال عليهم؟ طال عليهم الأمد في الغفلة طال عليهم الأمد في الإعراض عن الله سبحانه وتعالى طال عليهم الأمد في انقطاع الرسل ولكنهم لم يتبعوا أتباع الرسل ولم يقوموا بحق الكتاب الذي ورثهم الله إياه فطال عليهم الأمد ماذا كانت نتيجة قسوة القلب؟ ماذا كانت نتيجة الفسق والخروج عن منهج الله؟ أما أنتم أيها المؤمنون فإياكم أن تقعوا في ذلك فإن بين أيديكم ذكر الله وإن بين أيديكم كتاب الله سبحانه وتعالى فحري بنا من خلال الذكر والفكر وكتاب الله والعمل بأمره أن نزداد خشوعا وخضوعا وحضورا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأيضا يبين لنا سبحانه وتعالى أثر قسوة القلب نتيجة الغفلة والإعراضة عن الله سبحانه وتعالى إذ يحدثنا عن يهود وقد أعرضوا عن أمر الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم بين شدة قسوتهم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أي هذه الحجارة مع قسوتها فيها خير كثير وفيها نفع كثير أما أنتم فلا نفع ولا خير منكم وقلوبكم أشد قسوة من هذه الحجارة والعياذ بالله سبحانه وتعالى إذن تؤدي هذه القسوة إلى أن يختم الله على القلوب ثم يطبع عليها سبحانه وتعالى بل طوع الله عليها بكفره فلا يؤمنون إلا قليل يؤدي إلى أن تقفل هذه القلوب بسبب أعمالهم بسبب إعراضهم عن الله وهذا كله من آفار الذنوب إذا تراكمت على القلوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعلو هذا القلب الصدأ وبالتالي كالمرآة إذا علاها الصدأ لا تستقبل أي انعكاس ولا ترا فيها شيئا ولا تستقبل نورا فإذا ملأ الران القلب فغلفه من جميع نواحيه فلم يعد فيه خير كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون إذن كسبك من هذه العاصي والذنوب وعدم العودة وعدم التوبة وعدم الإنابة إلى الله سيؤدي إلى موات هذه القلوب فيحذرنا الإمام الحارث المحاسبي من كل ذلك لا شك أن قضية الذنوب وخطر هذه الذنوب وأن لا يستهين الإنسان بها وكما قيل في الحديث إياكم محقرات الذنوب يعني الواحد استخف ببعض الذنوب فتتراكم على القلب فتهلك صاحبها إن لم يتب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى وكما قيل فإن معظم النار من مستصغر الشرب لذلك أشار مثلا في الحديث كيف هنا في الحكمة يقول إن الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من الله سبحانه وتعالى والبعد من الله يورث النار وهذا والعياذ بلا أخطر ما يمكن أن يكون لذلك لعله استلهم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الكذب أول شيء تكلم عن الصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة مزيد من الأعمال الصالحة والطاعات والمراقبة لا يرتقي بك ويرتقي بنا إلى الصدقية بإذن الله المقابل لذلك وإن الكذب هذا الذنوب يهدي إلى الفجور الذنب يؤدي إلى ذنب أخطر وأخطر وهكذا إلى صفة من صفات المنافقين من صفات المنافقين إذا خاصم فجر يهدي أن يؤدي بصاحبين الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار هذا هو الشهدنا كيف أن هذه المعاصي ستؤدي بصاحبها إلى هذه النار والعياذ بالله لا شك أن العلماء اعتنوا كثيرا ببيان أثر الذنوب وخطرها على القلوب أخذا من آيات الله طبعا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا فهذه الذنوب إذ تعرض على القلوب حقيقة بمعنى الذنوب بمعنى المعاصي وليس فقط الفتن التي هي يعني يتيه الناس فيها حيرانين إلى غير ذلك أو التي قد تؤدي إلى اقتتار كل أنواع الذنوب والمعاصي والقروج عن منهج الله سبحانه وتعالى من الفتن وبالتالي تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير إذن قضية الفتن هذه كثرتها يؤدي بصاحبها إلى الهلاك إن لم يتقي ويتعظ ويتيقض ويعود لذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد وفي كتاب آخر الجواب الكافي أكثر من التفضيل في بيان آثار الذنوب في قسوة القلب في ظلمة الوجه في ضعف الإنسان في بدنه في صحته في رفض الناس له أمور كثيرة ذكرت وهنا يذكرون على الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي لذلك قال بعض الصالحين الحسنة نور في القلب وقوة في العمل والسيئة ظلمة في القلب وضعف في العمل لذلك لما شك بعضهم إلى بعض الصالحين إن للا أستطيع أن أصوم من النوافل ولا أقوم من الليل إلى غير ذلك قال كبلتك شهواتك أو معصيتك أو ذنوبك طبعاً لوحد تقول إذا كانت الذنوب كبلتني فماذا أفعل هنا لا بد من مجاهدة النفس يجاهد نفسه فيقلل من المعاصي ويزداد من الطاعات شيئاً فشيئاً فكلما جاهد نفسه فقلت المعصية ازداد قوة في طاعة الله سبحانه وتعالى وكلما ازداد قوة في طاعة الله ازداد قدرة على الانتصار على نفسه وشهواته في هذا الصدد يقول الشيخ السباعي رحمه الله تعالى إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله فإن لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال فإن لم ترجع فذكرها بالفضيحة فإن لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة قد انتقلت إلى يعني ذكر ما يفيد أنك انتقلت إلى خارج عالم الإنسانية يعني إنسان لا يخشى الله ولا يتقي من الله ولا يخشى الفضيحة ولا يستحي من الناس ولا يعتبر بأخلاق الرجال ولا يفيده شيء هل هذا إنسان؟ أم كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لا شك أن الذنوب من خطرها الكثير أكثر بيّنت كثير من الآيات آثارها الخطيرة في الدنيا والآخرة لعلنا نقف مرة أخرى مع آثار الظنوب وخاصة أننا بين يدي شهر رمضان المبارك في هذا الشهر الكريم تقوى همة المؤمن تقوى بإذن الله عزيمة المؤمن يزداد المؤمن إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى تصفد الشياطين تتنزل رحمات الله تتنزل السكينة تكون حالة الأنوار والحالة الروحانية القلبية الإيمانية يزداد من خلال الذكر والفكر وقيام الليل وقراءة القرآن يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى إذن أدعى أن ينتصر على نفسه وعلى شهواته لأنه يكون لك في الأصل عدوان عدو من نفسك نفسك التي بين جنبيك والشيطان الشيطان وهو الأضعف إن كيد الشيطان كان ضعيف يصفد إذن بقي عدو واحد أولى أن تنتصر عليه وهو أنفسنا التي بين جنبينا فنتطهر بإذن الله نتحقق بحقيقة التقوى من خلال الصوم فهذا الشهر الكريم إذن مدعاة لنا أن نتطهر من هذه الذنوب فنزداد قربا من الله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعله شهر خير وبرقة ورحمة ونصر وفرج ورفع كربة وغم وداء وبلاء إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس علم فيه صرور به قلوب تنهل نور وعطايا الفجر المعمور ترجمة نانسي قنقر